وحول فعاليات المهرجان العالمين الجديدة وأهم فعالياتهم معنا من هناك مراسل التلبيزون المصري محمود جميل محمود إليك اطلعنا على أهم الفعاليات لهذا اليوم نعم بعد التحية يعني ربما بدأ العد التنازلي لاستقبال كل الحفلة الفني الأول والأهم ضمن الفعاليات الفنية الموجودة في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وحفل الفنان تامر حسني إدارة المهرجان أعلنت عن قرب نفاذ التذاكر الخاصة بهذا الحفل ووجود عدد محدود جدا من التذاكر لهذا الحفل وأعلنت أيضا عن فتح الأبواب بدء من الساعة الرابعة من غد حتى التاسعة مساء لدخول كل الزائرين وكل الجمهور لحضور هذا الحفل الكبير وربما توضع اللمسات النهائية في هذا المكان وهو العالمين أرينا أكبر مكان موجود في المنطقة الترفيهية على الممشى السياحي لاستقبال هذا الحفل الفني غدا هذا سيكون الانطلاق الأولى القوية للأسبوع الثاني والانطلاق القوية أيضا للحفلات الفنية التي ستبدأ بهذا الحفل ثم يوم الخميس القادم في 21 من يوليو الجاري سيكون حفل الفنان أحمد سعد وتم أيضا الإعلان عن فتح باب الحجز لهذا الحفل وبالتالي كل المنطقة الترفيهية تتأهل الآن لاستقبال كل الزائرين غدا في هذا الحفل وأيضا اليوم رأينا يعني عرض للطائرات أيضا ووجود يعني استعدادات كبيرة جدا في الممشى السياحي لاستقبال كل الزائرين أيضا اليوم لحظنا يعني حركة سياحية كبيرة موجودة في مدينة العالمين الجديدة سواء نتحدث على الشواطئ الجميلة الموجودة في مدينة العالمين أو حتى نسبة إشغال الفنادق الموجودة هنا والقرى السياحية في مدينة العالمين الجديدة وهناك أيضا حرص من الزائرين الذين تحدثنا معهم على حضور فعاليات مهرجان العالمين الجديدة خاصة حفل الفنان تامر حسني وسيكون أيضا خلال الأيام القادمة هناك عدد من نجوم مصر والوطن العربي نتحدث عن إليسا راجب علامة سيكون أيضا هناك حفلات لهؤلاء النجوم خلال الأيام القادمة هذا بالإضافة إلى المناطق الأخرى التي تتأهل أيضا لاستقبال بعض البطولات خاصة البطولات الرياضية أو بعض الفعاليات الرياضية كبطولة التجديف والبادل والجودو وأيضا سباق السيارات فكل المناطق هنا في مدينة العالمين الجديدة تتأهل لاستقبال ما يقرب من مليون زائر خلال فعاليات مهرجان العالمين الجديدة الذي سيستمر حتى السادس والعشرين من أغسطس القادم نتحدث أيضا على أن المنطقة التي ستشهد حفل الفنان تامر حسني هي موجودة وسط أبراج العالمين التي تتميز بها مدينة العالمين نتحدث عن وجود ما يقرب من 15 برجا بالإضافة أيضا إلى الأبراج الفندقية أو السكنية بالإضافة أيضا إلى كورنيش البحيرات الذي يمتد بطول 10 كيلو متر كل هذه المناطق تطل مباشرة وتوجد بجوار العالمين أرينا هذه المنطقة التي تشهد حضور لحفل الفنان تامر حسني لحظنا أيضا ورصدنا صباح هذا اليوم حركة أو العمل داخل هذه المنطقة للانتهاء الكامل من أعمال الإنارة والإضاءة الموجودة بالإضافة إلى تنصيق وتنظيم الدخول من البوابات التي سيسمح للجماهير والزائرين بالدخول إليها وأيضا سيكون هناك بعض الخدمات الترفيهية الموجودة على الممشى السياحي من المطاعم أيضا والكافهات وبعض الخدمات التجارية الأخرى التي تقدم للزائرين خلال حضورهم لهذا الحفل نتوقع غدا أن يكون هناك عدد كبير من الحاضرين لحفل الفنان تامر حسني بالإضافة إلى الاستعداد بالطبع لحضور كل الفعاليات القادمة خلال مهرجان العالمين الجديدة وسط حالة التقص الجميلة والرائعة الموجودة في مدينة العالمين الجديدة وأيضا الشواطئ الممتلئة بحركة كبيرة للمصيفين والسائحين الذين يأتون إلى مدينة العالمين الجديدة ليتمتعوا بكل ما يميز مدينة العالمين من طبيعة ساحلية وأيضا من طراز معماري جميل للمباني والأبراج الموجودة فساعات قليلة وبدأ العدد التنازلي غدا سيكون الانطلاق للأسبوع الثاني والحفلات الفنية بحفل الفنام تامر حسني وسنتابع بالتأكيد معكم كل ما هو جديد خلال هذا اليوم عودة إليكم مرة أخرى نعم محمود جميل مراسل التبيدون المصري شكرا لك